موسيقى لا زال الكلام في المورد الخامس والثلاثين سادسا ذكروا قصد كيكاووس ولاية حلب وطاعت صاحبها للأشرف وانهزام كيكاووس في هذه السنة سارى عز الدين كيكاووس ابن كيخيسر ملك الروم ملك سلاجقة الروم سارى عز الدين لاحظ اسمه عز الدين لقبه عز الدين أنوانه عز الدين كيكاووس ابن كيخيسر ملك الروم الى ولاية حلب قصدا للتغلب عليها ومن معه من مع هذا ابن ملك الروم من مع كيكاوس ومعه الأفضل ابن صلاح الدين يوسف وسبب ذلك أنه كان بحلب رجلان فيهما شر كثير وسعاية بالناس فكانا ينقلان إلى صاحبها الملك الظاهر ابن صلاح الدين عن رعيته فأوغر صدره فلقي الناس منهما شدة أقول أقول هذه حوالة على مفلس وتبرير للفشل وتعليقه على الغير ماذا أقصد هنا قال وسبب ذلك أنه كان بحلب رجلان فيهما شر كثير وسعاية بالناس فكانا ينقلان إلى صاحبها الملك الظاهر بن صلاح الدين عن رعيته فأوغر صدره فلقي الناس منهما شدة حوالة على مفلس وتبرير للفشل وتعليقه على الغير وكما هو معتاد عادة عند المسلمين حيث يكتب كل منهم بما يماشي هواه ومذهبه وطائفته ومصالحه ومنافعه وبما يوافق السلطان الذي يعاصره فهل يا ترى قد قد ملك صلاح الدين القائد الفاتح قاهر الفرنج هل ملك وصلط على المسلمين أولاده وهم بمستوى من الجهل والغباء ونقصان العقل إلى المستوى الذي يقرأ برؤوسهم ويوسوس لهم فلان وفلان ويخدعهم ويسخر منهم ويستخبهم فيدفعهم إلى أن يقاتل أحدهم أخاه ويسفق دماء المسلمين ويسبي نساءهم وعيالهم ويخرب بلدانهم ويستب وينهب ويستب وينهب بمتلكاتهم وهل هذا دين وهل هذه قيادة أمة وهل هذه مسؤولية وأمانة الحفاظ على المسلمين وأرواحهم وأعراضهم وأموالهم وأخلاقهم ودينهم وبلدانهم ولا أعرف لماذا لم ينتهج ابن الأثير المنهج التيمي هنا فيقول أن هذين الشخصين الشريرين من شيعة روافض اسماعيلية فاطمية عبيدية باطنية سبائية مجوسية صفوية حتى يكتمل الفيلم الكارتوني الرسوم المتحركة الأسطورية التيمية ترجمة نانسي قنقر